كيف يبدأ الفيلم مع الكلب الذي يسميته ريقي وعيش مع شخص دوغ وخطيبته في دار واحدة دوغ كان رجل فاشل وليس يدوش وليس يحمل الكلب ريقي ولكن صبر عليه حيث خطيبته الذي جابته مرمو دات فارقه ويجب أن تخوي الدار و أعطي الكلب ريقي معها ولكن دوغ ضد فيها لم يخلق لها الكلب وشده عنده واحد من نهار فاق دوغ ويجب أن ينظر على الباب الدار حيث يخويها حيث لا يكون يخلص الكرة ومنين بقى يفكر مع راسه قال الكلب هو السبب في هذه العيشة الخيبة دياله وقرر يده ويرميه خضر الطموبيل ويجبه البلاصة بعيدة ورمى له الكرة البعيدة لكي يجيبها ويقدر هو يهرب عليه وفعلاً اركب الطموبيل ومشى من ثمه وفاشل رجع للدار ورقى الكلب ريقي كاين في الدار حيث هو كلب دكي بزاف وقدر يرجع بوحده دوغ عصب بزاف وبقى كل مرة يده البلاصة بعد ويرمي له الكرة ويهرب عليه ولكن ريقي دياله يرجع للدار وحسبه بالدوغ غير يلعب معه ثم دوغ طلع عليه الدم بالصح فأخذ الكلب ودهه المدينة أخرى ورمى له الكرة وخلاه يجيبها ومن بعد هرب عليه وحيث المدينة كبيرة وبعيدة ريقي لم يكن يعرف كيف يرجع للدار وفعلا مرمشد الكرة رجع كي يقلب وملقى دوغ وطاح عليه مسكين الليل ونعسوه حازين فالشفاق بدأ يقلب على الطريق من يمشي بشي يلقى دوغ في طريقه طلقوا له شي كلاب وكانوا يضحكوا عليه هو مدهش فيهم وعاود تمشي حتى يلقى كلاب أخرين كبار منه هدر معهم وقال لهم بللي كي يقلب على مولاه وبغير يرجع لعنده للدار الكلاب بدأ يضحكوا عليه وخدوا له الكرة دياله هو حاول يرجعه ولكن ما قدرش هنا شفوا طل ديالكلب كبير وتخلعه ولكن خرج غير كلب صغير الكلاب يضحكوا عليه حتى هو وكي يحمي رسوم منهم قال لهم بللي عنده بزاف ديال الأمراض اللي كتعادي الشي اللي خلاهم يخافوا منه ومشاوا وخلاوهم من بعد الكلب هدر مع ريقي وقال له بللي ما مريد مواله هو قال لهم هكا غير باش يمشي وعرفوا براسه وقال له اسميته تشيكباق ريقي قال له بللي كي يقلب على مولاه اللي كان يلعب معه بالكورة وفي كل مرة كان يرميها له ويمشي وهو يرجعها له هنا تشيكباق بدأ يضحك عليه وقال لورا سمح فيك ما شي كان يلعب معك ريقي قال تصدمه ما بغير يتيق هذا الشي و تشيكباق قرر يبدأ يعلمه كيفاش يعيش في الزنقة من بعد اخداها للجردة وقال لورا كلب حر داب وتقدر تدير لي بغيتي ريقي شف بزاف ديالنا جايبين كلبهم ويلعبوا معهم تشيكباق قدعه وعرفوا على كلب صحابه منهم هانتر لي كلب كالم وكانت تحت الكلب ماغي اللي ملاته اسمي تاجينا وكانت عندها كلب أخر اسمي تابيلا وكانت الكلب الثانية عزيزة عندها أكثر من ماغي تشيكباق رأيهم في هذه الحالة وقترح عليهم يأتي معه ويتحرح تهوما ريقي قال له انا ما زال بغير نرجع للدار تشيكباق قال هانتر وماغي بشي يتلاقوا في الليلة الريستوديا البيتزا وفعلا في هذه الليلة تلاقوا وابقوا مقابلي للمحال احتشفوا واحد البنطيحات البيتزا من يدها فمشوا كي يأكلوا منها مراها بقوا كي يلعبوا مع بعضياتهم وفرحانين في الجرادي ثم شفوا واحد الكلب اسمي تشيستر فقالوا ليه يأتي معهم وقال لهم بلما ليه يأتي بانه بشي حضير الدار وما يقدر يخرج معهم الكلاب بقوا معه تقنعوه فبغى ينقذ من الصور ويمشي عندهم ولكن ضربوا الضوطاح وهذا الضوط يأتي من اللعب الذي يرفع عنقه الكلاب الاخرين خافوا وحسبهم الصور دار مسحور هنا ريقي تشجعوا حتى نقصروا ودخلوا عند تشيستر ومنين موقعه هوالو الكلاب رأيوا فيه بشي بطل خارق وكبر في عينيهم من بعد ذلك رأيوا من تمامه وابقوا يهدروا على كيف يعيشوا حياتهم مع بعضياتهم تشردين ريقي قال لهم لا انا ما زال بغي نرجع للدار عن الدوغ وما نقدر نسمح فيه تيكباك قال له هو الذي يسمح فيك في الأول وما يبقى بغيك ورماك هنا ريقي بقى فيه الحال وتقلق حاولات ماكي تواسيه وخاها قال لهم ما زال بغي نرجع للدار ولكن هذه المرة لانتاقم من الدوغ ليس لانتاقم له وهم وفقوا معه حتى ينتاقم وبدأوا الريحة ديالهم في التقلاب على الدوغ في النهار الثاني بقوا يقلبوا بين الشوارع تجههم الجوع وماكي بدأت تشم ريحة الماكلة بقوا غادي ينتابعينها ويتابع الريحة ثم وصلوا إلى مدينة للألعاب ودخلوا ليها في هذه البلاسة نرى جيمس واقف على واحد البنت بغي يتعرف عليها وكان الكلب دياله واقف حداه يشوف فيه جاءوا عنده الكلاب وريقي سيقول وشكي يعرف شي بلصة في هذه الماكلة ولكن الكلب لم يجاوبهم هم مامشوا من حداه وتماكي يشوفوا قروصة في هذه الماكلة كالتباع ريقي وشيكباق لمشاو بشي سرقوا من هذه الماكلة أما هانتر وماغي قلتوا يتفرجوا في الألعاب وكانت ماغي متأترا بزاف حيث وحشات الألعاب دياله اللي كنت تجيب ليها جينا ولكن مقلقة في نفس الوقت منها حيث تفضل كلبة بيلا عليها وقلت لي بلي هي خائبة ذلك الشي على الجينة لم تبقى جديها فيها بحل بيلا هانتر أخيرا نطق وقل لها بالعكس أنت زوينة وأحسن كلبة تلاقيت بيها وكان باينة بلي معجب بيها وهنا جاريقي وشيكباقل عندهم بشي يأكلوا معهم ذلك الشي اللي سرقوا ولكن هانتر كان خائف حيث تسرقوا الماكلة من الإنسان شوية بدأت الألعاب النارية في السماء وهما تخلعوا بزافحة حسابهم البشر هجمين عليهم وهربوا مساكن من تماما في النهار الثاني كان نشوفهم وهم غادين في الغابة تشيكباق قال لهانتر لكي يعترف الماقي بالإعجاب لها ولكنه كان لا يريد حيث لا يطيق فراسه وقل له أنا غير كلب بوليسي فاشل وزيد عليها حتى هذا الكمام الذي يدير فقل له تشيكباق زولها ولكنه لم يريد حيث حيث خائف أدراسي لزولها أما ماقي كانت غادية معريقي وقلت له لكي يحييي الفكرة الانتقام من ضماغه ولكنه لم يريد حيث قليل قرأوا راسهم وسط حق الكبير ولم يكن هناك أحد بدأوا يتقلقوا حيث يتوضروا معرفين ما راسهم هما فيه تشيكباق مقلق كثير حيث يبدأ يجيه الجوع فقل لهانتر سيحاول يتصرف وهنا جاء واحد نسر وهزت تشيكباق برجله وطر به حاولوا يتبعوه لكن لم يستطيعوا يشده ريقي شاف واحد الحجر طلع فوقهم ونقذ حتى تشيكباق برجله يريد أن يحبطه ولكن نسر طر بههم بجوج هنا ريقي شاف واحد جبل وعرف راسه وكين في المدينة التي كان فيها في هذا الوقت كان واحد سيد ميت ودينيس كي يحضي الطيور وشاف بالمنظر ان نسر وهو الجوج من الكلاب وطير بهم ثم نسر يدخل بهم في شجرة وطحوا له من رجله عندما نزلوا للأرض ريقي قال لهم باللغادين في الطريق الصحيحة هذه هي مدينته فاكملوا الطريق جميع تجاعه كاملين فاكملوا واحد الفيطر نايد في الأرض فبدأوا يأكلوا منه ولكن هذا الفيطر كان مسموم غير كملوا ما أكلتهم شداتهم الضوخة وبدأوا في الهلواسة بدأ كل واحد منهم يتخيل الحويج الذي يعجبه لم تكن تخيلات الألعاب التي كانوا عندها فبدأت تلعب بهم هي وصحابها وقطعهم كاملين من بعد الكلاب صخفوا وطاحوا منين فاقوا القوضة يريم بهم كثير من الأراني بمئة وقطعين فعرفوا راسهم كيف يداره حيث لعبوا بهم وهم يتخيلهم ألعاب هنا تشيك باك بدأت تحفر ودفن الأراني باللي قتله لكي يخبي الأدلة ثم يدخل عليهم كلب بوليسي وفي البلاسة اعترفوا لك شيء الذي يداره الكلب كان اسميته رولف وقال لهم باللي هو دباف مهم لا يقلبه البوليسي على بنت من الكشافة وفي عمرها 8 سنين ماغي بغت تعاونه وقالت لها أنا عندي الحسة قوية كثيرة رولف بدأت تضحك عليها ثم وقفوا هانتر وقالوا لم تتدر معها بهذه الطريقة وهنا كان يعرفوا باللي رولف و هانتر يعرفوا بعضياتهم رولف قال لهم باللي تعلم كل شيء من هانتر وكان معلم بثاف ريقي يطلب منه يوريهم في نجا الطريق الجبل فأخداهم رولفي يوريهم الطريق ثم يلقوا بلادي البوليس قدامهم زادوا واحد البوليسي لكي اعطيهم شيك باك الماكلة ولكن هذا كان غير فخ هانتر بقى فيه الحال حيث صاحبه القديم غضروا هكا مراهات داوهم للحجز ثم كانوا كلاب اخرين شافوهم وبدوا كيتنمروا عليهم وعرفوه باللي غيرجع كل واحد منهم لداره ولكن شيك باك كان حازين وخايف حيث ما عنده فين يرجع هو وخا كانت عنده عائلة وكان فرحا بزاف مع صديقته ايما ولكن في واحد النهار اذهب الغلط وهو ما داوه السبيطر بش يتعالج فهرب لهم ومن ثمه هو متشرد واحد وما عنده احد وكيتمنى يرجع يتلاقى باما مرة اخرى وهنا قرروا كاملين بش يهربوا ويرجعوا ينتقموا مصحابهم شافوا السوارت مع القين ريكي جاتوا فكرة وهي فشيجي الحاريس الى هي وهوما وهو يأخذ السوارت ويهربوا ولكن الكلاب الاخرين المشدودين معهم كانوا فقدين الامل في الخروج من هنا الحاريس كانوا مستفز بزاف وبدأ كيتنمر ويدحك عليهم ثم ازلقوا طح في الارض وهنا هوما سرقوا السوارت وقدروا يهربوا ويخرجوا على الكلاب اللي تمه وقبل ان يخرج ريكي رأى كرة نصفها معه ويذهبوا ويجروا فرحانا حتى بعده ووقفوا كي يهضروا رأى عند ريكي الكرة وسألوه لماذا يتهم معك قال لهم بالذي تعجبوا بزاف اللعبة الكرة تشيك باك قراله عينه وعرفوا ما زال مهوس باللعب معه ومحش يرجع عنده وليس ينتقم منه ريكي تعصب من هذه الهضرة وقال له اه انا بغي نرجع عنده حيث لا تخلاش عليا ومشيقى عن الناس خائبة وكثير من كلابها بحلقيمة هذا الهضرة خلت تشيك باك حتى هو يتقلق ويتعصب منه وبدأوا كي يتضربه حتى طيحت تشيك باك زيف اللي كان رابط ريكي في عنقه واللي كان عاطيه له ضوغ وهنا ريكي تقلق منه بزاف واختلكورة ومشى في النهر الثاني كنشوفوه هو غادي بوحده في شارع كي يقلب على الدار اما صحابه فغادي نرجع للمدينتهم حتى هما ولكن ماكي ما زالك تحاول تقنع تشيك باك كي لا يجعل صاحبهم ريكي بوحده وبغاد تمشي عنده تشيك باك تعصب منهم بجوج ودخل الغابة وخلاهم بقى غادي حتى كي القراص بوحده وسمع صوت كي يخلع هنا خرجت لي واحد البنت صغيرة اسمي تاريلي حاولت تقرب له ولكن هو خاف منها وهرب ومنين شافها من بعيد قلسة حسبيها بوحدها ومشى عندها يلعب معها وعرفها باللي هي نفسها البنت الذي يقلبون عليها من فريق الكشافة هو فرح كثير من انجازه والبنت الذي كل شيء يقلب عليها فبدأ ينبه على أصحابه وفعلا سمعوه ودخلوا للغابة يقلبوا عليه حتى تلقاوه هم كاملين بدأوا ينبهوا معه حتى يأتي حتى يعاونهم هنا جاءت البوليسية ريما ففرحت كثير من انجازه وجاء حتى الكلب رولف والفريق رولف شكرهم كثيرا وقال لهم إذا احتاجتوا شيئا تشيك باك قال لهم تشيك باك قال لهم يجب أن نشيك شيئا لكي نعرف بلاسته هنا تفكروا الضف اللي طاح من الليلة التي فاتت ونرى يجب أن يقوم بلاسته تلقاوه رولف شمه ولكن لم يكن يعرف البلاسته فضخلت ماجي وشماته وقال لهم صافي عرفت مين كاين فهذا الوقت صر يقل الضار للغاب ففتح الباب ودخل فلقى الضار كلها خاوية وعرف بلاستهار من هنا بدأ تفكر ذكرياته معه وحزن كثيرا خرج الجردة وضفل الكورة وعود للدار هناك يدخل عليه دوغ وغير شافه تصدم حتى يتعاود أرجع ولكن لم يدهش فيه وبقى قلسه ويفكر شوية نادو هزل العصاديا للهوكي وهجم على ريقي بشي قتله ويتهنم منه في خطرة وقبل ما يضربه دخل هانتر وماجي وشيك باك دوغ ضحك على هانتر حتى يدير الكمامة هانتر زلها وتلاحى عليه وجهت ماجي عداته وفرج له دوغ قد ضربه حتى هي ولكن يضرب راسه وشويبا له ريقي جهة الكوزينة فمشاك يجري هجمع له ولكن لم يدهش فيه حتى ضربه وفي الآخر شده وقال قدم صاحبه بالذي يريد قتله حتى يخرج له على حياته صاحب ريقي جمعوا على دوغ وطيحوه وهنا شعلات العافية في الدار وهم هربوا من تماما كاملين وخلوا دوغ طايح في الدار مرمدة كنشوف هانتر رجع لخدمته في دار رعاية المسنين ولم يبقى يلبس الكمامة وإعطار في ماجي بالإعجابه لها وماجي انضمت الفريق الكشافة مع البوليسية ريما وتشيكباك رباته البنت التي لقاها مدرة وعاش مع هذه الحياة التي كان يحلم بها أما ريقي فقرر يكون كلب الشارع ويعلم الكلاب الأخرين كيف يكونوا أحرار ويعتمدوا على رأسهم وبقديمة يزور صاحبه وتشيكباك وعرف بالذي كان الناس مزيانين ليس كل شيء أشرار بحلمه له وهنا تسأل الفيلم دينا نتمنى المول الخاص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في المول الخاصات الفايتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في المول الخاصات الجاية تلاو ونتلاقاوه في الفيديو الجاية